في إطار الاهتفالات بإيد الفطر المبارك ما زالت تترد إلينا فعاليات أداء صلاة إيد الفطر حيث احتفل سكان مدينة بلدن حضرت إقليم ودي فيرة بهذه المناسبة تتويجا لصيام شهر رمضان المبارك كان ذلك بحضور حاكم الإقليم جنرال محمد ديليو تنقل ورئيس الفرعي للمجلس العالي للشؤون الإسلامية وجمع الغفير من المصلين الهسين النور يوسف احتفل المسلمون بمدينة بلدن حضرت إقليم ودي فيرة كغيرهم من المسلمين بالمدن الشادية احتفلوا بعيد الفطر المبارك حيث عم المصلين في صلاة العيد إمام وأخاطيب المسجد المركدي لمدينة بلدن الشيق علي محمد حيث ركز الإمام في خطبته إلى ضرورة الوحدة والتعايش السلمي كما ناشد الكل إلى توقي الحزر في كل الأماكن لأن التهدي الإرحابي ما ذال قائما وبعد آداء صلاة العيد توجه أعضاء المجلس العالي للشؤون الإسلامية فرع إقليم ودي فيرة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الكبرى بالإقليم لتقديم التهاني والتبركات لحاكم الإقليم بهذه المناسبة من ناهيته حاكم إقليم ودي فيرة جنرال محمد ديليو تنغل سمن جهود المجلس العالي للشؤون الإسلامية ورجال الدين على وجه الأموم في توجيه وترشيد المجتمع إلى الطريق الصحيح كما دعاهم إلى غرص روح التسام والمحبة والتآخي فيما بينهم وانتهز صانيها حاكم إقليم ودي فيرة جنرال محمد ديليو تنغل مقدم انتهانيه إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وكافة سكان إقليم ودي فيرة والشعب الشادي عجماء بحلول عيد الفطر المبارك